مشهد انزال العلم الايراني ورفع العراقي على القنصلية الايرانية في كربلاء مثل علامة فارقة في انتفاضة تشرين التي تكتب فصلا جديدا من تاريخ العراق الذي يريد لفظ النفوذ الايراني الجاثم على صدور العراقيين توازي خروج التظاهرات في كل من لبنان والعراق اقلق النظام الايراني الذي دخل مرحلة الخوف من انهيار ما بناه خلال ستة عشر سنة مضت عمل بها عبر وكلائه من الميليشيات على رسم هلال شيعي كما يصفونه كان العراق بوابته التي وصل من خلالها لاحكام السيطرة على كل من لبنان وسوريا وصولا للمتوسط وكما في سوريا عمل النظام الايراني على اخماد تظاهراتها بالعنف والقتل راهن على اطفاء الانتفاضة في العراق من خلال زعماء ميليشياته لاسيام قيس الخزعلي الذي هدد بالثأر من المتظاهرين هذه الحالة الثأرية مبعثها تحريض المرشد الايراني علي خامنئي على المتظاهرين ووصفهم بالعمالة وتلقي دعم خارجي من اجل تأجيج ما وصفها بنار الفوضى تلك النار تكاد تحرق اصابع الساسة في ايران الذين دربوا وسلحوا ميليشيات الحجد التي يعدها كثير من العراقيين شكلا من اشكال الاستعمار الايراني لبلادهم فضلا عن الرفض الشعبي للأحزاب والحكومة التي تتحكم طهران بكل مفاصلها بحسب تقرير لمحطة بي بي سي البريطانية هذا التحكم دفع رئيس الاركان الايراني محمد باقري للثقة بان من وصفه بمحور مقاومة لن يتضرر بهذه المؤامرات لكن الواقع شيء والتصريحات شيء اخر حيث يؤكد ارتفاع وطيرة التظاهرات واستمرار الهتافات باخراج ايران من العراق والمطالبة باسقاط النظام السياسي المدعوم من قبلها نهاية الطائفية في العراق وبداية مرحلة الوطنية التي تريد عراقا حرا قويا منعتقا من كل اشكال التبعية للخارج ترجمة نانسي قنقر